اليوم حفل وغدا أمر إلى الشوارع خرج آلاف نيجيريين احتفالا بإنجاز الانتخابات رئيس جديد قديم عاد للسلطة بآلية مختلفة هذه المرة فاز محمد بخاري بالرئاسة عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع بعد تجربة حكم سابقة بدأها بانقلاب وانتهت سريعا بانقلاب عليه بعد عامين فقط بخاري أنهى بطريقة سلمية حكم الحزب الديمقراطي الشعبي الذي يهيمن على السلطة منذ عام 1999 تركزت أنظار العالم علينا لمعرفات ما إذا كنا سوف نصوت بطريقة سلمية ونجري انتخاباتنا بطريقة منظمة أثبتنا للعالم بأننا شعب يقدر الديمقراطية وشعب يبحث عن حكومة من الشعب وتعمل من أجل الشعب فور إعلان فوزه وجه بخاري دعوة للتسامح والصفح عن أحداث الماضي والتطلع للمستقبل النجاح في الانتخابات لم يكن من نصيب بخاري فقط بل من نصيب كل نيجيريا بعد قبول الرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان النتيجة خطوة أنهت المنافسة دون أي أعمال عنف مقارنة بسابقتها عام 2011 التي سقط خلالها أكثر من ألف قتيل كما قلت دائماً فإن وحدة نيجيريا واستقرارها وتقدمها أكثر أهمية من أي شيء آخر وهنئوا كل النيجيريين بنجاح الانتخابات كما أثني على دور الأجهزة الأمنية التي تأكدت من سير العملية الديمقراطية بسلام ومن دون عنف فوز بخاري المريح والسلمي لا يعني أن طريقه مفروش بالورود أو أنه سيقضي سنوات هادئة في القصر الرئاسي أمام بخاري مهمة صعبة في مكافحة إرهاب وعنف جماعة بوكو حرام مهمة تعهد الرجل فور فوزه بأخذها على عاتقه مع حزمة أخرى من مشاكل نيجيريا لا شك أن هذا البلد عانى كثيرا في السنوات الأخيرة وأكبر أسباب هذه المعاناة هو التمرد وعدم الاستقرار الذي تسببه حركة بوكو حرام ولا يوجد أدنى شك بأننا سنقوم بدورنا وعملنا لمواجهة هذا التمرد أستطيع أن أطمئنكم أن بوكو حرام سترى قريبا عزمنا وتصميمنا على إنهاء الاضطراب واستعادة الأمن والاستقرار لكل ربوع البلاد المتضررة اختيار بخاري قد يكون الأنسب لنيجيريا في هذا التوقيت لمواجهة مخاطر جماعة بوكو حرام فهو مسلم ينتمي للشمال معقل الحركة وعسكري سابق سوف يسهل عليه أن يحشد خلفه الجيش النيجيري وتوثيق التحالفات مع الدول الجوار لمكافحة خطر الجماعة التي باتت تهديدا ليس لنيجيريا فقط ولكن لكل محيطها حرب بخاري لا تتوقف عند مواجهة الإرهاب فحسب فهو تعهد بحرب على الفساد الذي أنهك الاقتصاد النيجيري ثاني أكبر الاقتصادات في أفريقيا ترجمة نانسي قنقر